صباح الخير من جديد لكل مشاهدينا وأهلا وسهلا بالنضمولنا على مشاهدة شاشة التلفزيون الأردني وبرنامج يوم جديد اليوم رح نتحدث عن رسالة ماجستير ولكن هذه الرسالة ما يميزها هي ربط الشعر الأردني بالإعلام شو هالربط بين الشعر الأردني والإعلام اليوم رح نتعرف أكيد من خلال ضيفنا الكريم لهذا الصباح دكتور أحمد أرواضيه أهلا وسهلا فيك وهو إعلامي وناقد أدبي طبعا زميلنا وكمان رح نحكي أيضا عن رسالة الدكتوراه لأنه أيضا تناولت يمكن أشخاص معينين وتناولت تناقضات معينة في هذه الحياة رح نحكي أكثر بهذه التفاصيل مع دكتور أحمد صباح الخير أهلا وسهلا فيك صباح الخير إلك زميلة الإكسندرا وصباح الخير للزملاء في الإذاعة والتلفزيون وصباح الخير على الوطن واللي عمروا إركانة قيادة وحكومة وشعب وصباح الخير على الطلاب والعمال والعسكر وصباح الخير على اللي ابنة الوطن تتعطر وبمشيتها تتمختر صباح الخير للزملاء الجند المجهولين اللي هلا بيعملوا معنا خلف الكاميرات ولكل المشاهدين صباح الكلمات الرائعة والجميلة اللي اختصرت فيها كتير من الأشخاص بكل المهن وبكل المواقع أهلا وسهلا فيك دكتور أحمد ويمكن أنت شغفك بالإعلام برغم من تقاعدك ولكنك ما زلت تشتغل بالإعلام وانت مندوبنا في الإداعة الأردنية وابن البتراء عشان هيك ممكن كمان عندك شغفة في الأدب والشعر وهادي ممكن اللي خلى حضرتك تتناول هذا الموضوع من خلال رسالة الماجستير ممكن عم نحكي عن رسالة الماجستير قبل نحكي عن رسالة الدكتوراه وبدنا هيك نعرف شو الربط ما بين الشعر الأردني وما بين الإعلام يعني إحنا دائما ممكن نربط الشعر بشيء يشبهه ولكن هل هناك تشابه بين الشعر وبين الإعلام؟ سيدتي الشعر هو ضرب من ضروب الأدب والشعر فن قائم وإبداع وحين تناولت هذا الموضوع من خلال هذه الرسالة وتطرقت إلى الشعر الأردني والإعلام وهي الرسالة الأولى في هذا المضمار هناك إبداعات كثيرة لعدد من الزملاء الذين ربطوا أعمالهم الإعلامية والإذاعية والتلفزيونية بأشعار ولم يتناولهم للأسف أحد من الباحثين ومن الدارسين فارتعيت أن أتناول هذا الموضوع من خلال الرسالة كان عنوانها الشعر الأردني والإعلام وأتيت إلى مؤسستنا الأم مؤسست الإذاع والتلفزيون وأنحني إجلالا وتقديرا لمديرها العام ولمدير الإذاع والتلفزيون ولكل العاملين في أرشيف الإذاع وفي أرشيف التلفزيون حقيقة زميلتي الفاضلة قدموا لي ما لم أتوقع وتعاون من قطع النظير ولكن في الجانب الآخر أنا سجلت عتب الكبير على مؤسستين صحفيتين كبيرتين الرأي والدستور للأسف لم يتعاونوا معي فحين بدأت كتابة هذه الرسالة لا بد من العودة إلى الأرشيف وأنا كتبت الرسالة عن الواقع الشعري في الأردن من العام 1967 وحتى 2000 تناولت من خلالها كما ليس بالهيئ من الشعراء والأدباء الذين كتبوا في ذلك العصر طيب دكتور أحمد أكيد رسالة ضخمة تتناول كتير من التفاصيل ولكن إذا هيك بدنا نحكي أهم الإعلاميين اللي ربطوا عمالهم أو عملهم بالإعلام بالشعر ومن خلال طبعا الأرشيف يمكن اللي رجعت له بهذه الفترة الزمنية احكي لنا هيك شوي هناك من الناس الذين كتبوا الشعر وعملوا في الإعلام المبدع خالد محادين وأيضا لا تحضرني كل الأسماء لأن نايف أبو عبيد سليمان عويس سليمان المشيني تيسير سبول وقفت عنده قليلا يعني إضاءة بسيطة كانت في الرسالة لكن استنعت على موضوع تيسير لاحق وقفت عند كثير من الذين واكبوا الشعر الأردني منذ بدايته يعني من خلال الرسالة أضعت بعض الإبعات أو توقفت عند بعض الرموز الذين واكبوا الحركة الأدبية كلمحة بسيطة ومن ثم دخلنا في تفاصيل الإعلام أنا تناولت في هذه الرسالة الإعلام المكتوب في الصحافة الأردنية والمجلات وكان من أبرزها جريدة الرأي التي كانت انطلاقتها مع الدستور تقريبا في نهاية الستينات الدستور كانت كما تعلمين ومن ثم جاءت الرأي في بداية 1971 على ما أعتقد فكان هناك كم كبير من الكتاب ومن الأدباء ومن الصحفي الإعلاميين والشعراء الذين كتبوا في تلك المجلات وخاصة أفكار كانت هذه المجلة في السبعينيات والستينيات من القرن المنصرم كانت مزداهرة جدا وكان لها قراء كثر وكان يعني معظم المبدعين يكتبون في هذه المجلة ثم في الإذاعة كانت فتية لم يزل عمرها آنذاك لم يتجاوز العشرين عاما أو حتى أقل لا نفتع في الإذاعة الأردنية انطلقت في واحد آذار 1959 فأنا لما بحكي عن بدايات الشعر الأردني في العام 1967 إذن كانت غضة طرية طبعا فكان هناك كم هائل من الشعراء يتسابقون ويهرعون إلى الإذاعة التي تبنتهم شوفي بالمناسبة أنا أسجل كل التحية والاحترام للقامين على الإذاعة أندك فتحوا الأثير على مصرعيه أمام هؤلاء المبدعين لإطلاق إداعاتهم أكيد طب يعني دكتور أحمد لما عم نحكي عن فترة زمنية تناولتها وبحثت فيها بشكل أكبر هل لا إذا بنا نحكي في الخمس سنوات إذا بنا نخذها كفترة زمنية هل ما زال الشعر الأردني مرتبط بالإعلام أم لا قلت كثيرا يعني لم نجد الشعراء يمكن على الإذاعات أو من خلال الإعلام لم يعد يستخدم الشعر كنوع من أنواع يمكن الحديث الإعلامي سيدتي كل إنسان يبحث عن الشعر والشعر يعني من الذي خلد المتنبي حتى هذه اللحظة المتنبي يعني خلد نفسه بنفسه من خلال الأدب الذي تناوله ومن خلال أشعاره فبقي خالدا ما بقيت الحياة كل شاعر في الحياة يسعى لأن يجسد هذه العمال ويخلدها فلجأوا إلى الإذاعة والتلفزيون والإذاعة والتلفزيون هي بيت الأردنيين وبيت الأدب وبيت الثقافة وبيت العلم وهي منارة الدولة وهي صوت المواطن فما بالك بالشاعر المبدع هذا الشعر الذي يعطي إبداعاته الجميلة وكلماته المتناسقة ويعبر عما في داخله من حب لهذا الوطن يعبر عن إبداعاته في الطبيعة عن إبداعاته وخلجات قلبه هل هذا الشعر موجود؟ نعم هو موجود هناك هذا الشعر المتجدد لكن نسميه في الأدب الشعر الحديث أو الشعر المعاصر والأردن فيها كم هائل من الشعراء المبدعين الذين يسيرون على خطى الشعراء القدمى والشعراء المبدعين القديمين فعندك من الشعراء المحدثين عندك معالب أستاذ جريا السماوي وهو ابن الإذاعة والتلفزيون وابن وزارة الثقافة وهناك أسماء كثيرة من هذا الاسم يمكن من تهياتنا للشاعر يمكن هو دائما يحب أن يلقب بأشاعر جريا السماوي دكتور أحمد كتبت في رسالتك في رسالة الدكتورالي ما بعد رسالة الماجستير عن جريا السماوي وتيسير الشبول ولكن لماذا اخترت هذه الشخصيتين وأيضا كتبت عن التناقض ما بين ما تناوله تيسير الشبول عن الموت تيسير السبول سبول نعم وما بين ما تناوله جريا السماوي سيدتي خلينا نلقي إضاءة بسيطة على الماجستير وما جاء في فصولها جاء في الفصل الأول هلأ نتحدث عن الماجستير الآن أنا أريد أن ألقي الضوء عليها بأجالة جاءت رسالة الماجستير عنوانها الشعر الأردني والإعلام جاءت في ثلاثة فصول في الفصل الأول تناولت الشعر الأردني في الصحافة المكتوبة والمجلات الأردنية التي هي في فترة الازدهار 1967 بدأت الصحافة مزدهرة في الأردن هي بدأت مع بداية الدولة طبعا ومعنى ما روى شعر الأردن الأول هو مصطفى إرار رحمه الله هو رائد الشعر الأردني ثم تناولت في الفصل الثاني الشعر الأردني في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وجعلتها في بابين أو في مبحثين خصصت الأول للإذاعة الأردنية الإذاعة الأم التي هي الانطلاق الأولى كانت لها ومن ثم لمؤسستنا الحبيبة مؤسست التلفزيون الأردني فتناولت بعض الذين كانت لهم برامج ثقافية وبرامج في التلفزيون وما كتبوا ومن استضافوا في تلك الحقبة ثم جاء في الفصل الثالث تناولت فيه سيدتي دراسة تحليلية بشاعرين أيضا معاصرين هما حيدر محمود شاعر الأردن وشاعر مبدع شاعر الإبداع والمرحوم حبيب الزيودي وحبيب الزيودي هو ابن الإذاعة والتلفزيون أيضا ومن الشباب الذين أعطوا الشعر الأردن حقه فتناولت لهذين الشاعرين فصلا كاملا أخذت بعضا من أشعارهما وحللتهما تحليلا أدبيا نقديا وإن شاء الله أن نكون قد وفقنا في أداء رسالتنا العلمية رسالتنا التي يجسدها الزمن والتاريخ وسيأتي قوم من بعدنا يذكر ما قدمه الأجاب طبعا هذا وكله تأريخ يمكن لكثير من التفاصيل اللي أنت حاولت دكتور أحمد من خلال الأرشيف الرجوع إليها وإحنا كأجيال تتعاقب أجيال نقدر نستفيد من كل هاي الأمور ولكن سريعا لأنه لازم فقارتنا نحكي شوي عن التناقض زي ما قلت بالبداية والتضاد ما بين تناول يمكن تيسير سبول للموت وجريس سماعي في رسالة الدكتوراه تناولت فيها أيضا ثنائية الموت والحياة عند شاعرين كبيرين أردنيين هما المرحوم تيسير سبول وهو زميل بالمناسبة لنا في الإذاعة كان رئيس القسم الثقافي في الإذاعة الأردنية صحيح ما يكتبون عندما قدموا للثقافة ما تنسى أنه كان وزير الثقافة طبعا وكان في الإذاعة في التلفزيون الأردنية هنا في هذه الاستوديات كان رئيس قسم الثقافي على ما أظن وله العديد من العمال العدبية جريس هو قضى مناضلا من عفوا تيسير قضى مناضلا من أجل الكلمة والأمة عما الأستاذ تيسير عمد الله وعفوا الأستاذ جريس عمد الله في عمره فأعطى الثقافة الأردنية والأدب الأردني عصارة فكره وذوب قلبه وانثيال وجدانه أنا حين أقرأ لأستاذ جريس أجد أنه يعيش مع الطبيعة يعيش مع الحياة يعشق الحياة هو جاء في دواوينه الثلاثة وإضاءات ووقفات عند الموت لكن وقفات وقفت أي إنسان يعني مثلي مثلك حين نقف عند الموت نقف على أجالة لا نستذكره كثيرا ربما ربما يعني يمر في خيالاتنا يمر في وجداننا نستذكر الموت حالة وفاة شيء معين فاستحضار الموت عند الأستاذ جريس قليلا إنما الحياة هي عنده هي الطاغية طاغية كما أسلفت حضرتك وحكيتي نعم في حين أن تيسير سبول تيسير سبول هو كل حياته يتحدث عن الموت يتحدث عن التشائم بدلالة أنه أنهى نفسه برصاصة في مكتبه في الإداءة الوردنية رحمه الله صحيح يعني دكتور أحمد كل الشكر لإلك على رسالة الماجستير وعلى رسالة الدكتوراء اللي تناولت فيهم أجزاء مهمة وجزئيات مهمة في الحياة فيما يتناول الأدب والإعلام نتمنى لك كل التوفيق دكتور أحمد رواضية أهلا وسهلا فيك الله يسعدك ومزيد من التقلق ومزيد من البحوث يمكن اللي بتتناول مواضيع كتير جديدة يا سيدتي أنا شاكر جدا إلك وأشكر هذه المؤسسة اللي تربينا في أحضانها حتى يعني في غيابنا الجزء البسيط عنها يتفقدونا وأنا شاكركم على هذا اللقاء الذي أتاح لي أن أطل على المشاهدين من خلال أثير ترجمة نانسي قنقر